ماتش كان جميل جداً ويعني كمان عايزة قبل ما نتكلم عن أهمية الفوز زيزة ما تكلمش هي زي ما انتكلمت عن الأداء الأداء اللي أسعدنا جميعاً تتكلم عن فعلاً جملة هجومية منظمة لكل اللعيبة واللعيبة كمان تحسن هي أرية بعض يا كريم في كامسة ريحلوة جداً في الملعب هي دي روح النادي الأهلي اللي كانت بالمناسبة في فترة ما مش موجودة أو في بعض المباريات مش موجودة عندك مساحات مقفولة كانت صحة جداً على المنافس عندك شكل للفريق بجد يفرح الأداء كان يبسط كمان أي مشجع كرة قدم خلينا نقول لش بس الأهلوية فبجد فيه يعني لأ فيه تقلق رائع جداً وبداية موفقة جداً عايزة بقى أتكلم عن أهمية الفوز للوقت أهمية الفوز لو أنت هتتكلم لأ هو ليه كمان أبعاد كتيرة جداً بدأت الدوري وبدأنا كمان دوري أبطال أفريقيا لجانب طبعاً دوري السوبر الأفريقي اللي حيكون في النسخة الأولى وحينطلق إن شاء الله الشهر اللي جاي وأقول متشاطنا حتكون مع سيمبا التانزاني لو أنا مش غلطانة بالظبط كلها متشاط أعتقد مهمة جداً وبطولات مهمة جداً وبردو كالعادة خلينا نقول يعني لقب كل بطولة أنت بتلعب فيها مهم مفيش بطولة أنت عايز تفقد اللقب بتاعها بالعكس أنت عايز تحافظ على الألقاب اللي عندك وتزود عليها فمهم جداً كمان أنت تحافظ على لقب الدوري تحافظ على لقب دوري أبطال أفريقيا تكسب كمان بلقب أول نسخة للدوري السوبر ليج يعني بص أنا أعتقد أن كل ده محقق جداً مع كولر بإذن الله الفترة اللي جاية أن هرجع أقول تاني أنا من الناس اللي شايف الراجل ده بجد راجل فاهم جداً كرته حلوة جداً التطوير حاصل في النادي الأهلي الكامستري حلوة جداً فلو حد يختلف مع الكلام اللي أنا بقوله ده خلينا يعني نعرف بس بجد الناس كلها أجمعت بجد كولر صاحب فكر وصاحب نظرية رائعة جداً مبين على الأداء ومتبلد كمان يعني في اللقاطات كده معينة زي بعد نهاية ممتش مبارح هو بيتوجه للجمهور وهو اللي بيسقف لهم وهم بيبدلوا التحية والتسئيف والاحترام لا الناس ما أتضار الشغل اللي هو عامله وفاهمين كويس هو أنه حقيقي ليه إنعكسات طيبة ويادي بيضاء على الشكل الحلو اللي كلنا بنشوفه ونسعد بيه في الفترة الأخيرة